السؤال الثالث هذا مراهق عاش طفولة فيها إحباط هذا الإحباط يكون إما من عائلة من داخل البيت أو الإحباط من المجتمع أو من المدرسة على حسب على كل حال فيسأل إما الأب ولا الأم أنا لا أتذكر كيف نعيد الثقة لهذا المراهق هنا سؤال إذا إنسان كانت ثقة متزعزعة وفعلا مر في ظروف أثناء الطفولة انضربت الثقة وصارت شخصيتها ضعيفة سؤال هل ممكن أن نعيد الثقة؟ طبعا الجواب نعم لكن يحتاج لشغل واحدة من التكنيكات التي ممكن أن نعيد فيها الثقة المدح المدح يشجع الإنسان يعني مثال إذا أبو 15 سنة هذا المراهق إذا لبس يلبس بطريقة مرتبة وذوقها في اللبس جميل وأقبل على طول أنا لازم أركز على هالنقطة وأبدي أمدح ذوقها ما شاء الله والله أنت ذويق وتلبس صح شفتوا هالكلمتين اللي قلتها أنا لو نكررها عليه خلال شهر أربع خمس مرات في هالحالة شاللي رح يصير؟ رح يصير إنه هو رح يشوف نفسه أنه يحسن اتخاذ القرار وخاصة في موضوع الملابس شديد أنا قاعد يعزز عنده الثقة في اتخاذ القرار في اللباس ولذلك وحدة من وسائل تعزيز الثقة على فكرة بالمناسبة وحدة من الوسائل في تعزيز الثقة المظهر الحسن المظهر الحسن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على هذا الموضوع إن الله جميل يحب الجمال والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين دائما على الثوب النظيف والثوب الجميل وأبو بكر الصديق حتى رضي الله عنه قال حق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنه من يجر ثوب خيالاء فهو في النار فقال لأبو بكر الصديق أنا منهم يا رسول الله قال لا أنت مو منهم لأنك أنت ما تجر ثوبك خيالاء متكبر وقال لا أنا أحب ألبس الثوب الحسن والنعل الحسن يعني على قولتهم يسمونها جنتلمان يعني شغل زجرت مرتب هذا المظهر يعكس الشخصية الإنسان لما يكون مظهر جميل وملبس جميل وعنده ذوق جميل هذا يؤثر على شخصيته إذن هذا المراهق لو إحنا لمسنا في هذا الجانب ومدحناه أو ربما هذا المراهق متميز دراسيا أو متفوق في المدرسة أبدي أنا أركز على هذا الجانب وأمدح إذن المدح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح الصحابة يعني مثلا يعني مثلا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري صوته كان جميل إذا قرأ قرآن صوته جميل فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح وقال يعني عننا أن أنت أوتيت مزمار من مزامير داود عليه السلام فقعد فأنت تتخيلوا الحين أبو موسى الأشعري يقرأ قرآن ويسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عننا أتيت مزمار من مزامير داود يعني هذا موتي لثقة بالنفس اللي يظل طول عمره واثق بالنفسه فالمدح إذن مهم لكن أنا أقول لكم أنتوا مدحوا أولادكم عززوا الثقة فيهم بس عاد إحنا ما نمدح كذب لا إحنا نمدح صدق يعني نشوف تصرف يعني مثال أعطيكم مثال حتى لو كان بسيط جدا مثلا 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 قعدنا على الغدا واحدة من البنات أو الأولاد قالت لا أنا ما أكل لما أمي تقعد مثال يعني أو أبوي يقعد هذه اللقطة لازم نحط الكاميرا عليها ونمدح هذا الموقف هذا يقوي الثقة بالنفس ادخلت البنت مثلا أول أو الإبن والأب أو الأم أو الجد أو الجدة بيدخل من بعدها فراح مسكل الباب هذه اللقطة الصغيرة هذه نضع الكاميرا عليها ونركز تركيز مرة مرتين ثلاث نحط الكاميرات مرة مرتين ثلاث شو اللي راح يصير راح تتعزز الثقة عندهم إذن المدح مهم ولذلك أكثر وسيلة تدمر الثقة كثرة النقد إذا عندي أنا مثلا صديق ولا أخ ولا يعني موظف في العمل ولا ابن وصبح عليه ابنقد ومسي عليه ابنقد وصبح عليه ابنقد وشيدي يصير لا هو يشتهي يشتغل ولا عنده ثقة حتى بقدراته ونفسه لأني أنا حطمته فالنقد مدمر المدح يبني فإذن عندنا إحنا معادلة سالب موجب مدح ونقد ولذلك لازم نستخدم هالسلاحين بطريقة ذكية إذن المراهق اللي عاش طفولته وفيها أحباط كيف نعيد الثقة أنا ذكرت لكم وحدة من النقاط اللي هي موضوع المدح النقطة الثانية أجاوب عن نفس السؤال هذا اللي هو إبراز نقاط القوة في شخصيته ومعالجة نقاط الضعف مثال أعطيكم مثال إذا كان هذا المراهق مثلا ما يحب يواجه الناس هذه نقطة الضعف الآن بشتغل عليها بشتغل عليها شو نشتغل لما يصير رمضان نروح نزور العائلات لما يجي العيد نزور العائلات طيب شا سوي الحين أنا ولدي معاي أو بنتي معاي مثلا وأنا أعرف أنه هي تبتعد عن الناس لما أدخل نسلم أبدي أعطي البنت وصف يمكن حتى لو عمرها سبع ثمان سنين أدخلت عليكم سعاد البطلة أو دخل عليكم عبدالله الموهوب حتى يعايد عليكم يلا يا عبدالله تفضل هذا خالك فلان هذا عمك فلان بس شويت أنا عملت مقدمة عبدالله الموهوب سعاد البطلة شفت الكلمتين هذول 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 احنا نقول الذوب الجليد حتى لو كان الطفل عنده شوية رهبة ولا خوف من الناس أنا كسرتها ودخلت عليهم في هالحال أنا قاعد أعزز الثقة عنده يوم يومين ثلاث مرة مرتين ثلاث جذي أنا ركزت على نقاط قوته وقاعدت تعالج نقاط السلبية ونقاط الضعف اللي عنده هذا مما يعزز الثقة عنده ويقوي شخصيته أنا أعطيت بس يعني حقيقة فكرتين في موضوع المراهق